بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه الجديد هنتعرف على بيت ويزوبراتور جديد اللي هو XOR لاحظ عرامته Z8 XOR هنشوف معنى XOR خلينا نرجع لل للإديتور شوفنا نعرفنا متغير اسمه VAL1 متغير اسمه VAL2 VAL1 قيمته 2 و VAL2 قيمته 3 فكناها بالباناري هذي عرفنا الإجهة شكلها كده يعني قد سبق وشرحناها هذي عرفنا الإجهة الثلاثة الإجهة كده برضو بنفس طريقة الباناري اللي شرحناها من قبل نبغى نعرف له أنا كتبت إيكو VAL1 XOR VAL2 إيش معنى هذا الكرام قاعدة XOR تقول إذا تشابه هو يقصد البتات اللي هنا هذا البت انت ماشي إذا تشابه صفر وإذا اختلفوا واحد يعني لازم يختلفوا لاحظة لن هذا كله أصفر وهذا أصفر وعندك هنا أصفر وهذا أصفر نيجي هنا برضو ذول يتشابه واحد وواحد معناته صفر هو لازم يقوله في اختلفوا الثاني اللي هنا شو بلاحظ هذا صفر وهذا واحد معناته النتيجة حتكون واحد لاحظة لان اللي براك تلاحظوا أن الناتج طليع رقم واحد ليش كيف طليع رقم واحد نعرفين أنه الخانة الأولى إذا كانت واحد هي جد في خانة رقم واحد الخانة اللي بعدها تمثل رقم ثنين الخانة اللي بعدها تمثل رقم أربع بالتدبيل فهذا جاب كان الخانة رقم واحد فوقل الخانة رقم واحد حسب الترقيم معناته الناتج حق هذي لو رجعنا العدد صحيح يكون رقم واحد يعني ناتج العملية ذي رقم واحد خلينا نشوف نرجع للمستعرض وننفذ سوف رفريش لحظنا الرقم واحد معناها رقم واحد وهذا معنى XOR خلينا نرجع للمستعرض عشان في نقطة حاببة ووضحها لاحظ الأور مكتوب بين القوسين أنه معناها INCLUSIVE OR والXOR بين القوسين مكتوب EXCLUSIVE OR يعني هذي العلامة OR وهذي العلامة OR بس إيش الفرق بينها الOR العادية كاتب لك INCLUSIVE INCLUSIVE يعني شاملة كيف مثال لو قل لك شخص OR انت تعرف OR للتخيير لو قل لك شخص تغير تدرس رياضيات أو علوم انت ممكن تقول له أبغى أدرس رياضيات أو أدرس علوم أو أبغى أدرس طيب هذا معنى INCLUSIVE شاملة يعني ممكن أدرس يا رياضيات يا علوم أو أدرسها الثنتين هذا معنى شاملة INCLUSIVE INCLUSIVE يعني جاي من كلمة INCLUDE تضمن أو تضمنها الثنتين طيب XOR ايش معناها لو قلت لك تدرس رياضيات أو علوم هو قل لك EXCLUSIVE OR EXCLUSIVE يعني خاصة طيب يعني EXCLUSIVE مثلا خاصة بوحدة فيها كيف لو قلت لك تدرس رياضيات أو علوم هنا انت مجبر تختار واحدة ما تكتر تختار الثنتين يا رياضيات أو علوم بس ما تختار الثنتين هذه فايدة XOR بس OR اللي فوق فايدتها انه يا A يا B يا A و B XOR يا A يا B ما فيها خيار وهذا معناها وهذا الفرق بينها وصلى الله السلام على سيدنا محمد وعلى لي وصحبه جمعين